بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير الاحلام والرقاء الشرعية. آآ النهاردة هنتكلم عن موضوع آآ مهم جدا آآ ناس كتير كيف بتسأل عنه وهي آآ لو في حاجة ممكن نعملها قبل ما ننام علشان نقدر نشوف رؤية آآ مبشرة او رؤية بخصوص شيء احنا آآ بنتمنيه. آآ النهاردة جايبا لكم آآ طريقتين. الطريقتين دول ممكن آآ نعملهم قبل ما ننام. آآ وان شاء الله هنشوف رؤية مبشرة. اول طريقة هي ان الشخص يقوم آآ يتوضى ويحسن ودوقه. آآ كمان آآ تاني آآ خطوة انه آآ يقعد يذكر الله يعني آآ يستغفر يحمد ربنا آآ آآ يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. الخطوة اللي بعد كده او الخطوة التالتة آآ انه يقرأ الصور دي. اول صورة هي صورة المعوساتين آآ وبعدين صورة الاخلاص وبعدين صورة التين آآ صورة الشمس وصورة الليل. نقرأ كل صورة آآ مرة آآ واحدة. وبعدين نبدأ آآ نقول الدعاء آآ ده. اول رحية الدعاء ده كان آآ مخصص او كانت آآ بتعمله امنا عائشة رضي الله عنها وكانت بتدعي آآ لو كانت عايزة تشوف رؤية آآ اللهم آآ 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 رؤية صالحة صادقة غير كاذبة آآ نافعة غير ضارة. وكانت آآ آآ وبعد كده آآ بالنام ان شاء الله هنشوف الرؤية آآ صادقة او مبشرة. اللي طريقة التانية. اللي طريقة التانية ان الانسان برضو او الشخص آآ بيتوضى وبيحسن الوضوء. وبعد كده آآ بيدمر النية. ان هو آآ آآ ان هو عايز يشوف رؤية آآ آآ صادقة. بعد كده يتوجه لل يعني يروح للسرير وبعدين ينام على شكه الايمن وبعد كده آآ آآ يقرأ الدعاء ده. قال لهم اني اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك. وفوضت امري اليك. ولجأت ظهري اليك. رغبة ورغبة اليك. ولا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. امنت بكتابك الذي انزلته ونبيك الذي ارسلته. وتباركت ربنا وتعاليت. آآ نقرأ الدعاء ده وبعد كده ينقول اللهم اريني رؤية صادقة غير كاسبة صالحة صارة غير آآ محزنة نافعة غير ضارة. آآ وان شاء الله يعني ممكن ينفذ آآ طريقة واحدة من الدرق من طريقتين دول. وان شاء الله هنشوف رؤية آآ مبسيرة ورؤية صادقة آآ ان شاء الله.